السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في در جديد من درس عليه من برامج الهندسية هذا الدرس سيكون بعنوان للمبتدئين أسهل طريقة لتصدير صورة من برامج جوجل أرث إلى برامج أوتوكاد مع ضبط سلمية لدي هنا نسخة جوجل أرث آخر نسخة متوفرة حاليا بطبيعة الحال برامج جوجل أرث هو مجان بعد ذلك أذهب إلى المنطقة التي أريد أن أقوم باستيراد صورة منها عندما قمت بإعدادها مسبقا أأتي إلى هنا سفر إثنان أضغط عليها مرتين سيأخذني مباشرة إلى المنطقة التي أريد أن أقوم بتصدير صورة منها مثلا هذه المنطقة التي أريد أن أقوم بتصديرها إلى برامج أوتوكاد فقط حتى أخفي هذه الأيقونة أقوم بإلغائها من هنا كذلك أقوم بإخفاء رمز الصور وذلك من هنا أقوم بإلغائها من هنا بعد ذلك أذهب إلى view ثم أقوم بالتعليم على scale legend حتى يظهر السلم الموجود في الأسفل منه بعد ذلك أذهب إلى file ثم أأتي إلى save ثم save image بعد ذلك أأتي إلى هنا وأقوم بإلغاء العنصة التي أريدها في حالتي سأترك scale فقط أقوم بإلغاء جميع هذه الخيارات من هنا لاحظوا الآن السلم تم إظهاره على اليوم بعد ذلك أأتي إلى هنا resolution أختار الدقة التي أريدها مثلا أختار هذه الدقة هكذا فقط أقوم بالتعديل على الصور مثلا هكذا بعد ذلك أأتي إلى save image وأقوم بحفظها على سطح المكتب مثلا أقوم بإلغاء تسميتها أي عفون أقوم بإلغاء تسميتها مثلا أي save أذهب إلى سطح المكتب هذه هي الصورة أي هذه هي الصورة الآن أقوم بإستيرادها أذهب إلى برنامج الأطوكات يمكن استيرادها عن طريق أذهب إلى insert رصر image reference أو يمكن كذلك استيرادها وذلك عن طريق كتبت الأمر image touch image touch أضغط enter لاحظوا تم ظهور هذه النفذ هذه هي الصورة أي open أوكي وأضغط enter مراتي أقوم بإعمل زم extends هذه الصورة الآن كل ما يهمنا هو السلم الموجود في الأسفل هنا لاحظوا أن السلم يظهر بشكل واضح يمكن كذلك اختيار هذه الصورة ونقوم بعمل التعديل عليه حتى يظهر بشكل أوضح هكذا بعد التعديل على السلم يمكننا يرجعه إلى حالته الافتراضي مثلا هكذا هكذا مثلا لاحظوا أنه يظهر بشكل أوضح الآن أذهب إلى شريط الأوام أقوم بإدخال أمر scale اختصاره c عفوا as c enter اختار هذه الصورة enter يخبرنا بإدخال الbase point اختار أي نقطة غير مهم بعد ذلك أتي إلى هنا reference ثم أأتي إلى هذا السلم هذا السلم هكذا ثم أقوم بتفعيل المود orthغون من هنا بعد ذلك أختار النقطة الأولى من هنا من هنا من نهاية السلم ثم بداية السلم هنا بعد ذلك نقوم بإدخال قيمة السلم في حالة أنه 200 مئتان مئتان انتل يعني 200 هي الموجودة هنا هذه هي القيمة الموجودة هنا الآن أختارها الصورة ثم أقوم بإرجاعها إلى الحالة افتراضية وهي الصفر هنا صفر enter الآن أتأكد فقط من هذا البعد di enter المسافة من هنا إلى هنا لاحظوا بالتقريب هي 100 يعني 199.97 يعني بالتقريب هي 100 هكذا الآن نقوم بضبط هذا السلم دون الحاجة إلى معرفة الأبعاد الموجودة في الواقع يعني هذه الطريقة يمكن أن تساعدنا قليلاً في إدخال صور نحتاجها في بعض المشاريع الخاصة بالدراسات بالنسبة للطلبة يعني أما بالنسبة للواقع أعتقد أن هذا لن يقبل أبداً من طرف الشركة لأنه يجب أن نقوم بعمل رفع طبغرافي لهذه المنتجة باختصال هذا والدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم رحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة